إذا أردنا تلخيص الوضع اليوم فلا يبدو أن لدى الروس نية في خفض التوتر على الحدود الأوكرانية فبحسب مقال نشرته نيويورك تايمز تعازز روسيا من حضورها العسكري حول أوكرانيا وقد رفعت عمليات الانتشار الروسية الجديدة في شبه جزيرة القرم وبيلا روسيا وبالقرب من شرق أوكرانيا من مخاوف غزو وشيق قد تشنه روسيا فقد تحدث الأعلام الأمريكي عن معلومات استخبارية تشير إلى أن يوم الأربعاء سيكون موعدا محتملا لبدء الغزو كما أفدتنا معلومات خاصة أن روسيا نقلت بعض المدفعية بعيدة المدى وقازفات الصواريخ إلى موقع إطلاق النار ووفقا لمسؤول أمريكي غادرت بعض الوحدات الروسية مناطق تجمعها التي شهدت في صور الأقمار الصناعية وبدأت في الانتقال إلى مواقع هجومية تمثل هذه الحركة تغييرا منذ يوم الأحد عندما غادرت بعض الوحدات مناطق التجمع ولكنها لم تتخذ بعد ما يمكن اعتباره مواقع هجومية أما على المستوى الأوكراني فقد قال وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبة أن روسيا لم تستجب لطلب أوكرانيا بتوضيح طبيعة حشودها العسكرية على طول الحدود وفقا لوثيقة فيينا وعليه ستلجأ كييف إلى طلب اجتماع طارق مع روسيا والدول الأعضاء في غدون 48 ساعة لمناقش التعزيزات الروسية أما على المستوى الأمريكي الأوكراني فكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد تعهد لنظيره الأوكراني فلودمير زيلنسكي في اتصال هاتفي برد حاسم على أي عدوان روسي موضحا أن الولايات المتحدة سترد بسرعة وحاسم على أي عدوان روسي ضد أوكرانيا جنبا إلى جنب مع حلفائها وشركائها وبحسب البيت الأبيض فإن بايدن قد جدد تأكيد الهزام واشنطن بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها فيما يخص المساعي الألمانية فقد سافر المستشار الألماني ألف شولتس إلى كييف البارحة للقاء الرئيس الأوكراني وإلى موسكو اليوم للقاء الرئيس الروسي حيث أوضح أن الهدف هو إيضاح كيفية الحفاظ على السلام الذي يواجه تهديدا شديد الخطورة وفي تصريح له قال شولتس من الضروري أن نكون واضحين وأن نقول بوضوح إنه في حال شن عدوان عسكري على أوكرانيا يعرض سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها للخطر فسيقود هذا إلى عقوبات قاسية أعددناها بصورة دقيقة ويمكننا تنفيذها فورا مع حلفائنا في أوروبا وداخل الحلف الأطلسي واعتبر وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودغيان مساء الاثنين أن كل العناصر متوافرة لتشن روسيا هجوما قويا على أوكرانيا تابعونا غدا للمزيد من التقارير الحصرية